هذا ويتمر منطقة اليورو بأزمة اقتصادية حادة تباين التأراء الخبراء بشأن تابعتها ويذهب بعضهم في توقعاتهم إلى احتمار انهيار هذه المنظومة حول هذه المسألة ومواضيع أخرى تتعلق بأزمة منطقة اليورو أجرت روسيا اليوم مقابلة خاصة مع أضو البنك المركزي الألماني السابق تيلو ساراتسين من السهل أن تثير أزمة اليورو الشكوك هذه الأيام ولكن ضيف حلقتنا لهذا اليوم كانت لديه تحفظات حول مستقبل العملة الأوروبية منذ البداية ضيفنا هو السيد تيرا ساراتسين عضو البنك المركزي الألماني السابق في كتابك الذي أصدرته مؤخرا تقول إن ألمانيا لم تستفد كثيرا من تقديم عملة اليورو كما أن العديد من الخبراء يقولون إن بلدان أوروبية أخرى لديها رأيا مشابها هل هناك بلدان أوروبية يمكن أن تقول بأن اليورو كان جيدا بالنسبة لها كلا لا أعتقد ذلك فالبلدان الشمالية لم تستفد من اليورو رغم أنه لم يتسبب بأي ضرر لهذه البلدان لحد الآن ربما في المستقبل أما عن البلدان الجنوبية مثل فرنسا فإنها حققت بعض المكاسب من تنامي القروض الذي استمر لغاية عام 2005 من الإشكالات الأخرى هي تنامي العجز في الحسابات الجارية وتنامي حجب الديون وسبل التعامل مع هذه المشكلات التي تمثلت في خفض الإنفاق العام والسعي لتنمية وتطوير القدرة التنافسية من خلال تخفيض الأسعار والكلة كل ذلك سيتسبب بضرر أكبر على المدى القصير وهذا بدوره أدى إلى مضاعفة المشكلات وجعلها أكثر تعقيدا هل تقترح بأن تغادر اليونان وإرلندا الاتحاد الأوروبي أم أنك تتفق مع رأي بعض الخبراء الذين يقولون بأن ألمانيا هي من يجب أن تبادر وتغادر منطقة اليورو ليس أمامنا خيار سوى الالتزام بمعاهلة ماستراخت ولكننا في ذات الوقت نطالب بقية الأعضاء أن يظهروا التزامهم بهذه المعاهدة أيضا وهذا يعني إيقاف حزم المساعدات ويعني أيضا عودة البنك الأوروبي المركزي إلى دوره الطبيعي المتمثل بدعم الاقتصادات بالأموال الكافية ولكن في ذات الوقت العمل على منع ارتفاع تضخم ولكنه حاليا ومن خلال سياسته المالية المستخدمة يعمل على تمويل العجز المتنامي في القطاعات العامة والحسابات الجارية للبلدان الجنوبية وهذه السياسة حسب اعتقادي خاطئة على المدى البعيد لأنها تسبب ارتفاع معادلة تضخم ما أفهمه من كلامك هو أن على ألمانيا توجه انذارات في هذه الحالة هذا بسبب كون ألمانيا هي الجهة التي تدفع نحن من يقدم حزم المساعدات المالية وبإمكاننا ببساطة إيقاف تلك المساعدات التي نقدمها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وهذا يعني أن على تلك البلدان إما تغيير سياساتها الاقتصادية أو أن تغادر الاتحاد الأوروبي فهل تعتقد أنه من المناسب أن تتخلوا عن أطراف تقدمتم بتعهدات لاتزامها والآن تتخلون عنها في وقت الأزمة الاتحاد النقدي يستند إلى اتفاقية ماستراخت وكل ما أقوله هنا هو أننا يجب أن نعود مرة أخرى إلى هذه الاتفاقية ونلتزم بها وببنودها لأن هذا هو السبيل الأوحد الذي يمكن للاتحاد النقدي به أن ينجح في عمله أما إذا فشلت بعض الأطراف في الالتزام بالمعاهدة أو ثبت لها أن العملة المشتركة من القوة بمكان بحيث لا يتمكن اقتصادها من مجاراتها فإن القرار متروك لتلك البلدان بمغادرة الاتحاد الأوروبي الأمر لا يتعلق بالانتقاص من تلك البلدان ولكنه يتعلق بآلية إنجاح الاتحاد النقدي حذرت أنجيلا ميركل من أن انهيار اليورو سيؤدي لانهيار أوروبا ما هو الشكل الانهيار حسب توقعكم هل يمكننا الحديث عن حدوث انهيار حقيقي أو انطلاق سياسي فقط أنجيلا ميركل تقول بأنه إذا منهار اليورو فإن ذلك من شأنه أن يقود إلى انهيار أوروبا وهذا برأيه أفضل سبيل لحث الأطراف الأوروبية ودفعها للعمل على الاتفاق على نوع السياسات التي يتبعونها وهنا قد تثار بعض التساؤلات عن ما تعنيه أوروبا أوروبا هي قارة أول ويقارة ممتدة من مضيق جبل طارق وصولا إلى الأوران ولذلك هي أكبر بكثير مما يعنيه الاتحاد النقدي أوروبا تمثل فكرة حضارية وثقافية وقدر تعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي فإنه اتحاد اقتصادي ولا شيء من هذه الأمور سيفشل في حال فشل اليورو لأن التاريخ النجاح الحقيقي للمجتمع الأوروبي تمت كتابته في الفترة الممتدة ما بين 1945 1945 و 1999 نصف قرن من السلام والنمو الاقتصادي ونمو العمالة والضمان الاجتماعي وغير ذلك كل تلك الأمور وضعت الأسس المتينة لتوحيد العملة وكي نحافظ على تلك الإنجازات وعلى تلك القيم التي تم تحقيقها لا يمكننا القول إنها مرتبطة بالعملة المشتركة نعم أن تكون لدينا عملة مشتركة أمر جيد وأمر جميل ولكنها ليست ضرورية على الإطلاق إحدى النقاط المثيرة للجدل حول كتابك هو تطرقك إلى الهولوكوست التي تعتبرها أنت سببا في عقدة الذنب الألمانية وكذلك سببا وراء التزام ألمانيا تجاه توحيد أوروبا السؤال الذي أريد طرحه هو ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه التاريخ والسياسة في القرارات المالية هل تلك القرارات مبنية على حسابات رياضية أم على حسابات تاريخية ما يثير قلقي هو أننا قمنا باتخاذ قرارات ولازلنا نشرع قرارات أخرى اقتصادية ومالية غير صائبة لا تصب في النهاية في مصلحة جميع أعضاء الاتحاد النقدي لأننا نشعر أن تاريخنا هو المحرك الرئيسي والدافع الأساسي لاتخاذ مثل تلك القرارات ترجمة نانسي قنقر